مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن ينهي مباحثاته مع الجنرال الصيني شانج يوشيا نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية المباحثات التي كانت قد دعت إليها واشنطن استمرت لثلاثة أيام في بكين سعى من خلالها الطرفان إلى تخفيف التوتر بين القوتين العظميين هذا اللقاء الأول من نوعه منذ سنوات وصفه المسؤول العسكري الأمريكي بن نادر وأكد أن كلا البلدين يتحملان مسؤولية منع أن تتحول المنافسة بين أمريكا والصين إلى صراع ومواجهة كما دعا إلى ضرورة تعزيز الاتصالات العسكرية بين جيشي البلدين البيت الأبيض صرح في بيان له أن مسؤوله العسكري أكد كذلك خلال هذه المباحثات على الحاجة إلى الاستقرار عند مديق تايوان وحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي الممر المائي التجاري الذي ما زال يعتبر محل نزاع بين بكين ومانيلا وفي مقابل ذلك عبرت الولايات المتحدة عن مخاوفها بشأن دعم الصين للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية من النادر أن تتح فرصة لإجراء هذا النوع من المحادثات ونظرا للأوضاع في العالم والحاجة إلى إدارة العلاقة بين الولايات المتحدة والصين بشكل مسؤول أعتقد أن هذا الاجتماع مهم للغاية من جانبه اعتبر الجنرال الصيني أن مبادرة واشنطن بدعوة بكين لعقد هذه المباحثات إشارة قوية من أمريكا لتطوير علاقات التعاون العسكري بين البلدين أنت مستشار الرئيس بايدن في جميع الأمور الهامة وتلعب دورا رئيسيا في صياغة سياسة الأمن القومي الأمريكية والسياسة تجاه الصين طلب لقائي يظهر القيمة التي تولونها للأمن العسكري والعلاقة بين جيشي بلدين أتطلع لاغتنام هذه الفرصة لإجراء مناقشة صارحة وتبادل الآراء حول الأمور ذات الاهتمام المشترك تعتبر هذه الزيارة العسكرية الأولى من نوعها منذ عام 2016 ودعت إليها واشنطن بحسب خبراء بغرض الحفاظ على قنوات الاتصال العسكري بينها وبين بكين في وقت تعرف فيه العلاقات بين البلدين توترا بسبب العقوبات الأمريكية التي تفرضها واشنطن على الشركات الصينية المرتبطة بروسيا ترجمة نانسي قنقر